موسيقى مساء الخير على حضراتكم في انتظار هجوم إسرائيلي على إيران الشرق الأوسط أقرب من أي وقت مضى من حرب إقليمية كبيرة أطرافها الأساسية طبعا إسرائيل وإيران لكنها إن وقعت ستجر معظم دول المنطقة وربما العالم إلى آتونها العالم بيقترب من هذا الخطر لعدة أسباب أهمها في تقديري ثلاثة السبب الأول تعرضنا له بالتفصيل في الحلقة الماضية هو إن النظام الدولي بعافية مريد تعبان عاجز عن احتواء الصراعات ليه؟ أستأذنكم ترجعوا للحلقة الماضية التي سوف أدع لكم رابطها والسبب الثاني طبعا وجود حكومة متطرفة في إسرائيل لديها دوافع متعددة كثيرة لإشعال الحروب والسبب الثالث وجود رئيس أمريكي عاجز عن لجم نتنياهو والأخطر أنه يتبعه حيثما ذهب ويدعمه رغم تصريحاته التي يتوسل فيها الجميع لتجنب الحرب آخر أشكال هذا الدعم إعلان إدارة بايدن في 14 أكتوبر الجاري بدء إرسال منظومة الدفاع الجوي المتطورة ثاد لإسرائيل مع مئة جندي أمريكي لتشغيلها وهو ما فسره كثيرون على أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران سيكون كبيرا إلى درجة أن الإيرانيين سيضطرون إلى الرد الحكاية إيه؟ الحكاية أن إسرائيل وطيار في الولايات المتحدة يرى أن الوقت الآن مناسب للقضاء على ما يسمى بمحور الممانعة أو محور المقاومة حماس وحزب الله تحديداً ثم الانتقال سريعاً لاقتلاع أسنان وأظافر إيران بدرب قدراتها العسكرية والنووية وربما تغيير النظام هناك لو أمكن هذه الخطوات طبعاً تمهد لشرق أوسط جديد على مقاس إسرائيل ما هو تصور إسرائيل لهذا الشرق الأوسط الجديد ولماذا الآن؟ نبدأ بالجزء الثاني من السؤال ونرجع الجزء الأول من السؤال لآخر الحلقة أي نبدأ بيه لماذا الآن؟ باختصار شديد فجأت إسرائيل والولايات المتحدة على ما يبدو لها بنجاح مذهل في اختراق حزب الله الذي بدأ وكأنه انهار في أقل من عشرة أيام وضخطاً تحت بدأ مجرد بدأ أداؤه في الحرب الدائرة الآن في جنوب لبنان لا يوحي بذلك حتى الآن على العموم بدأ حزب الله وكأنه انهار بداية من 17 سبتمبر الذي شاهد تفجيرات البيجر في أيدي عناصر حزب الله وحتى اغتيال أمينه العام الشيخ حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي فتحت هذه الاختراقات شهية إسرائيل في تحقيق كل أحلامها القديمة ألا وهي التخلص مرة واحدة وإلى الأبد من كل أعدائها شعر الإسرائيليون أنهم ليسوا في حاجة لاستراتيجيتهم القديمة المتمثلة في احتواء أي تقليل خطر حزب الله ولا سياسة ما يسمى بجز العشب أي إضعاف حماس بعمليات عسكرية من وقت لآخر إسرائيل قررت أن تنتقل من احتواء التهديد إلى إزالته في لبنان ومن جز العشب إلى اقتلاعه في غزة ثم الانتقال سريع لضرب إيران نتنياهو عبر عن ثقته في تحقيق هذه النقلات الدرامية عندما استعرض في كلمة له في 30 سبتمبر الماضي إنجازات إسرائيل ضد حزب الله وحماس وقال إننا نعيش أياما عظيمة نحن نغير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط إسرائيل تنتصر هو قال كده هذا التوجه أي توجه توجه ضرب إيران الآن بيدعم طيار يميني واسع في إسرائيل وفي الولايات المتحدة منطق هؤلاء ببساطة أن الآن هي اللحظة المناسبة لتصفية الخطر الإيراني خذ على سبيل المثال ما كتبه ماثيو كرينيك وهو أستاذ في العلوم السياسية ومحلل سياسي في مركز المجلس الأطلسي ماثيو كتب مؤخرا مقالا في فورين بوليسي يحث فيه الإدارة الأمريكية أن تنضم لإسرائيل في ضرب البرنامج النووي الإيراني الآن ليه لأن الوقت الحالي مثالي لتنفيذ هذه المهمة للأسباب التالية واحد اقتربت إيران أكثر من أي وقت مضى من إنتاج القنبلة النووية فهي لم تعد تحتاج لأكثر من أسبوع أو أسبوعين لإنتاج القنبلة إذا أرادت من اللي قال الكلام ده كتير وآخر من قال ذلك علنا هو ويليام بيرنس مدير السي آي اي اللي قال في 8 أكتوبر الماضي إيران تحتاج أسبوعا واحدا لإنتاج قنبلة نووية لو أرادت لكنها لم تتخذ هذا القرار بعد اتنين لا توجد أي فرصة لاتفاق نووي جديد كلنا عارفين أن محاولات إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران فشلت تلاتة إيران في أضعف حالاتها الآن لأن حماس وحزب الله ليس في وضع يسمح لهما بتصعيد عسكري في حال ضربت إيران وكان التخوف أن يضرب حزب الله تحديدا إسرائيل والمصالح الأمريكية بنحو 150 ألف ساروخ إذا تم الهجوم على إيران والآن بيعتقد الكثيرون في إسرائيل للبيات المتحدة ودول أخرى مهمة أن هذا الخطر لم يعد قائما بعد الضربات التي وجهتها إسرائيل الحزب مؤخرا بداية من 17 سبتمبر زي ما قلت لحضراتكم وإنهاك حماس بعد أكثر من عام من الحرب عليها في غزة السبب الرابع اللي البروفيسور ماثيو بيا سوقه إلى أن هذا التوقيت ممتاز لضرب إيران هو أن إيران وفرت المبرر القانوني للهجوم الإسرائيلي عليها بعد أن هاجمت إسرائيل المرة الثانية بمئات السواريخ خلال عام واحد وعليه بيقول السيد ماثيو والآخرين اللي بيتابنوا وجهة نظره ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لمنع تهران من امتلاك القنبلة رأي ماثيو ليس مهما في حد ذاته لكنه مهم باعتباره فقط عينة تعبر عن طيار داخل أمريكا وإسرائيل يدعم استغلال الظروف التي تهيأت من وجهة نظرهم لضرب إيران الآن هؤلاء شعارهم إما الآن أو فات الأوان مثلا رئيس الوزراء الإسرائيل السابق نفتلي بنت وهو أكثر تطرفا من بن يمين نتنياهو كتب مؤخرا أمام إسرائيل أعظم فرصة لها منذ خمسين عاما لتغيير وجه الشرق الأوسط يجب أن نتحرك الآن لتدمير البرنامج النووي الإيراني وشل هذا النظام الإرهابي على حد تعبيره لدينا المبرر لدينا الأدوات والتوقيت عظيم ليه يا سيدي التوقيت عظيم بعد أن أصيب حزب الله وحمس بالشلل أصبحت إيران مكشوف ده كلامه ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة دعى إسرائيل لضرورة ضرب البرنامج النووي الإيراني أكثر من مرة جون بولتن مستشار الأمن القوم السابق في إدارة ترامب كلهم من اليمين يعني معسكر اليميني يعني دعى أيضا لضرب البرنامج النووي الإيراني الآن وبولتن قال بعد الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل في 1 أكتوبر الجاري هذا مؤشر واضح على ما قد يحدث في المستقبل إسرائيل قد تفاجأ المرة المقبلة أن إيران تضربها بساروخ ولكن ساروخ يحمل رأسا نوويا أمل أن تتعاون حكومة الولايات المتحدة مع إسرائيل في القضاء على هذا التهديد النووي ده فريق في مقابل هذا الفريق هناك فريق آخر بيحذر من هذه الدعوات المتهورة وهؤلاء منطقهم مبني على صعوبة إنجاز المهمة رأيهم يمكن لهجمات جوية مدعومة من الولايات المتحدة يعني هجمات إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة أن تدمر أو تلحق بعض الضمار ببعض المنشآت النووية لإيران لكن هذه الهجمات واحد لا تستطيع أن تدمر كل منشآت إيران النووية لأن إيران لديها الكثير من المنشآت النووية الحيوية موجودة في بطون جبال عميقة مثلا منشئة فردو مبنية في جبل تحت من 80 إلى 90 متر من الصخور وفيه صور أقمار صناعية أظهرت في مايو الماضي الصور دي عرضتها وكالة السيشويتد بريس بعد أن استشارت فيها يعني خبراء الصور دي بتظهر أن إيران تحفر مقرا جديدا لمنشئتها الأخرى الأكثر شهرة للتخصيب في ناتانز بتحفر له موقع أعمق من موقع فردو تحت أحد قمم جبال زغرس ولا يوجد في حدود ما يعلن العسكريون الأمريكان أي قنابل خارقة للتحصينات قادرة على تدمير منشئات بهذا العمق اتنين حجم البرنامج النووي الإيراني وتقدمه أصبح عصيا على التدمير يمكن لهجمات أمريكية إسرائيلية إلحق أضرار به لكن يصعب أن تؤدي إلى إجهاضه وهذه ليست افتراضات نظرية أمريكا وإسرائيل ودول أخرى في الخفاء حاولوا ضرب القدرات النووية الإيرانية أكثر من مرة منذ 22 سنة ولم يحقيقوا نجاحا يذكر وكان موقع ناتانز تحديدا صاحب العرد الأوفر من هذه الهجمات إسرائيل وأمريكا مثلا حاولوا ضرب هذا الموقع بهجوم صبراني في 2010 وأتلف الهجوم تقريبا ألف جهاز طرد مركزي من أصل 9000 جهاز موجودين في الموقع وعادوا وقاموا بعمل تخريبي واسع وكبير في نفس المنشأة في 2021 ما أدى إلى تدمير آلاف أخرى من أجهزة الطرد المركزي وطبعا اغتالوا علماء ومسؤولين كثيرين على صلب البرنامج النووي ولكن بعد كل هذه المحاولات أصبحت إيران تمتلك أجهزة طرد مركزي اللي هي بتخصب اليورانيوم أكثر تقدما وكميات من اليورانيوم المخصب أكثر من أي وقت مضى المشكلة التي يدركها الرافدون لضرب برنامج إيران أن الإيرانيين أصبحوا يمتلكون الخبرة والمعرفة النووية بيمتلكوها في عقول مئات من علمائهم ما يجعلها قادرة على إعادة بناء البرنامج كلما استهدف طبعا الناس اللي فهم الكلام ده يعني ده مش جديد عليهم إنما أنا بلاحظ إن في عدد كبير من الجمهور العربي معتقد إنه البرنامج النووي ده بيفكرهم بتجربة العراق أو سوريا ما بنى يضرب أو عالم واحد يتم اغتياله أو أكثر من عالم تبتهي المشكلة زي ما قلت لحضراتكم برنامج واسع موجود على رقعة جغرافية كبيرة عدد كبير جدا من العلماء والفنيين بحيث هتقتل مين ولا مين وتضرب ايه وفين موضوع كبير ثالثا بقى في الأسباب التي تجعل هناك معسكرا يرفض استقصال أو محاولة استقصال البرنامج النووي الإيراني بالقوة العسكرية إذا تعرضت إيران لمثل هذا الهجوم فعلى الأرجح ستفعل ما فعلته كوريا الشمالية في منتصف التسعينات عملت كوريا الشمالية لما وجدت إن ما فيش أمل في مفاوضات مع الغرب وإنه بيتم الترصد بها قررت الخروج من اتفاقية منع الانتشار النووي وأنهت كل التعاون المتبقي مع وكالة الطاقة الذرية وأنتجت القنبلة وكذلك قد تفعل إيران وبالفعل مسؤولين إيرانيين ومنهم كمال خرازي اللي هو مستشار المرشد الإيراني قال علنا إن عدوانية إسرائيل قد تدفع إيران إلى تطوير الأسلحة النووية وتحدث آخرون أن خامي نائي اللي هو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية قد يلغي فتوى سابقة تحرم السعية إلى الحصول على الأسلحة النووية وما تحتاجه إيران لامتلاك سلاح نووي من الآن يعني ابتداء من دلوقتي إلى أن تحصل على السلاح ليس إلا قليل يعني ما فضلهاش كتير ومن المعقول جدا وفقا لكثيرين أن يقرر السيد خامي نائي أن السبيل الوحيد لحماية بلده هو بالسعي للحصول على الأسلحة النووية وبالمناسبة في عام 2012 أجرى الأمريكان وده كان في ولاية أوباما الأولى دراسة ساهم فيها أكتر من عشرين من السياسيين والجنرالات والديبلوماسيين وأصحاب الخبرة الدراسة رسلت إيجابيات وسلبيات شن هجوم على البرنامج النووي الإيراني وخالصت إلى أن هذا الهجوم من شأنه إن تم أن يعيد البرنامج النووي الإيراني عامين على الأكثر للوراء وبعد ذلك ستصبح احتمالات امتلاك إيران للسلاح النووي أكبر وليس أقل فضلا عن أن تداعيات الهجوم هتبقى خطيرة يعني إيران ممكن ترد فتعمل تهاجم القوات الأمريكية تهاجم دول الخليج فهي أدد لتبعات خطيرة وكان هذا التقرير اللي أنا أضع لحضرتكم رابطه أحد أسباب قرار أوباما ببدء التفاوض مع إيران على ضبط قدراتها النووي من خلال الاتفاق النووي والذي أبرم في يوليو 2015 وخرجت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب في مايو 2018 وطبعا قدرات إيران النووية في 2024 أكبر بكتير من قدراتها النووية في 2012 رابعا الهجوم قد يسفر أيضا عن حرب واسعة يحترق بها الجميع دون طائل ليه دون طائل؟ لكل الأسباب اللي احنا قلناها إن البرنامج النووي لن يتأثر كثيرا وإن تأثر سوف يعد بنائه نفس هذا المنطق تبناه إسرائيليون تلاتة من مراسل نيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية الشهيرة أعدوا تقريرا مؤخرا خلاصته أنهم أجروا حوارات متعددة مع مسؤولين إسرائيليين أقروا فيها بعدم قدرة إسرائيل على ضرب القدرات النووية الإيرانية ويشاركهم هذا الرأي بقى خارج نيويورك تايمز الجنرال الذي أصبح شهيرا الجنرال الإسرائيلي إسحاق بريك في مقال له في صحيفة هارتس كتبها في 8 أكتوبر الجاري بريك بيقول بوضوح إسرائيل لا تملك وحدها القدرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية المنتشرة في مواقع كثيرة تحت عمق يعني يصل إلى عشرات الأمطار تحت الأرض وحتى بمساعدة الولايات المتحدة تنفيذ هذه المهمة سيكون صعبا للغاية والدليل على ذلك ده هو اللي بيقول أن أمريكا التي تعتبر البرنامج النووي الإيراني خطرا يهدد الولايات المتحدة والعالم كله لم تشن هجوم عسكرية لتدمير المنشآت النووية لأنها تدرك أن هذا الهجوم قد يشعل حربا عالمية مع محور الشر الجديد اللي هي مين محور الشر الجديد من وجهة نظر الولايات المتحدة روسيا والصين وإيران وقال ردا على دعوة ترامب لإسرائيل بضرب المفاعلات الإيرانية ما هو ترامب اللي سأل حضراتكم بشجع إسرائيل أنها تضرب إيران فإسحاق بريك بيقول له طب وانت ما عملتهاش ليه بيقول له يا سيد ترامب لماذا لم تهاجم المنشآت النووية الإيرانية وتدمرها عندما كنت رئيسا للولايات المتحدة في نهاية المطاف قدرات بلادك أكبر بمئات المرات من قدرات إسرائيل أنت يا سيد ترامب تقدم لنا نصيحة لم تجرؤ على اتباعها ملحوظة علنا إدارة بايدن مع هذا الفريق الذي يرفض ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية للأسباب التي ذكرناها بل ويرفض ضرب المنشآت البترولية الإيرانية وأحد الأسباب لذلك الخوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم ويزيد التدخم طبعا في أمريكا قبيل الانتخابات بأيام ما يعزز أكثر من احتمالات فوز ترامب الجمهوري على كاملة هارس الديمقراطية لكن مواقف إدارة بايدن الحقيقة لم تعد تحظى باهتمام أو احترام كبير لأنه دائما يبدأ برفض القرارات التصعيدية لإسرائيل ثم يسارع لدعمها بالمال والسلاح والدفاع عنها في كل المحافل الدولية لأي من الفريقين سيستجيب نتنياهو لا نعلم هو هناك تسريبات أنه وافق على تحفظات بايدن ما يعني أنه سوف يتجنب ضرب أهداف بترولية ونووية رئيسية لكنه عاد ليقول نستمع لأراء الولايات المتحدة لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناء على مصالحنا لننتظر ونرى كيف سيكون رده على إيران وكيف سيكون رد الإيرانيين عليه نحن داخلين في تصعيد خطير جدا على العموم إذا صعوبة الحل العسكري للتخلص من الخطر النووي بالإيراني بدأ الإسرائيليون يتحدثون بصوت عالي عن حل آخر وهو إسقاط النظام كله منطق هؤلاء أوضحوا على سبيل المثال ضابط المساد السابق مردخي كدار وهو مشهور الآن بكتاباته في صحف كثيرة كتب كدار مؤخرا مقالا في جورسلم بوست وتحديدا في 13 مارس الماضي خلاصته كيف يمكننا أن نقضي على البرنامج النووي الإيراني على أفضل وجه الإجابة بتغيير النظام وكيف يمكن أن نغير النظام الإجابة بإثارة الأقليات العرقية في إيران بردخيب يقول الأقليات العرقية في إيران لديها كل الأسباب التي يمكن أن تدفعها للثورة والتمرد على النظام في تهران بل أنها تمردت بالفعل عدة مرات كان أخيرها في 2022 و2023 بعد مقتل مهسى أميني الفتاه الكردية الشابة التي قتلتها شرطة الأخلاق بسبب عدم التزامها بغطاء الرأس الصحيح هذه الجماعات تسعى ده هو اللي بيقول هذه الجماعات الأقل العرقية اللي بتمثل أقليات في إيران بتسعى إلى المزيد من الحكم الذاتي والتحرر من الحكومة المركزية في تهران وبتشعر بالغضب من قمع النظام الإيراني لحرياتها وطموحاتها ولغاتها الخاصة لغتها الخاصة زي إيه؟ زي الأذارية والكردية والبلوشية والعربية وبيقول إذا تمرد الآذاريون وحدهم ضد النظام في تهران فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة قاتلة للملالي أما إذا اتحدوا مع الأكراد والبلوش والأهواز يعني أصد العرب في منطقة الأهواز والأقليات العرقية الأخرى فسوف ينتهي حكم الملالي تماما وبالتالي يسقط برنامجه من نووي في مزبلة التاريخ على حد تعبيره وعليه؟ ده هو اللي بيقول إذا كان المجتمع الدولي عاوز يخلص من الخطر النووي الإيراني أن يبدل كل ما في وسعه لدعم هذه الأقليات التي تسعى إلى الانفصال عن النظام الإيراني ويدعم الدول العرقية مستقلة تقوم فيما يعرف حاليا بإيران على حد تعبيره وبمجرد حدود ذلك فإن التهديد الذي يشكله حزب الله وحماس والعشرات من المليشيات الموالية لإيران في العراق والسوريا واليمن سوف يتلاشى وسوف تعيش إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله في سلام وأمان وزي معظم المسؤولين أو الإسرائيليين يعني وردخاي بيحاول يقنع كل من يقرأ له أن رغبات إسرائيل بتحقق مصالح الغرب تحديدا ومصالح باقي دول المنطقة فقال مثلا الدول الجديدة اللي تنشأ على جغرافية إيران هيبقى لها علاقات جيدة مع الدول الغربية والدول العربية طبعا خصوصا دولة الأهواز العربية اللي هي مصدر النفط والغاز الإيراني وبالتالي تفقد روسيا موردها من الأسلحة التي تعطيها إيران لها الآن وسوف تضطر الصين إلى تغيير سيئاساتها تجاه الغرب مش عارف إيه العلاقة باختصار سوف يصبح العالم مكان أفضل وأكثر أمانا نتنياه نفسه ألمح إلى هذا المخطط في 30 سبتمبر الماضي عندما وجه كلمة للشعب الإيراني تحدث فيها عن الحرية التي سوف ينعم بها الإيرانيون عندما يتخلصوا من النظام الحالي وقال إيه؟ هذه اللحظة سوف تأتي أسرع كثيرا مما يعتقد الناس مجموعة ملاحظات الملحوظة الأولادية هل تستطيع إسرائيل فعلا أن تفعل ذلك؟ يعني تقدر تغير النظام؟ تقدر توجه ضربة كبيرة للقدرات العسكرية الإيرانية؟ كل شيء جايز نحن لا نعلم حجم اختراق إسرائيل لإيران لكن استنادا إلى التاريخ عجزت الولايات المتحدة وعجزت إسرائيل في محاولات سابقة لإسقاط النظام ده كانوا يعرفوا لإسقاط النظام من بدري واستنادا إلى الواقع الذي نراه الآن إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة بشكل مطلق عاجزة حتى الآن مش عن مواجهة إيران ده هي عاجزة عن استقصال حماس في غزة وعاجزة عن إبعاد خطر حزب الله في جنوب لبنان وما حدث يوم 13 أكتوبر على سبيل المثال دليل على ذلك في هذا اليوم تمكن الحزب في أقل من 24 ساعة من إصابة وقتل حوالي 100 جندي إسرائيلي والحرب المستمرة دي مليئة بالمفاجآت وفيما يتعلق بغزة إسرائيل صحيح ضمرت القطاع لكنها لم تستطع القضاء على المقاومة كاملة وبعد أكثر من عام من الحرب التي خدتها إسرائيل بكل قوتها في قطاع غزة الصغير بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي في تطبيق ما يعرف بخطة الجنرالات والتي تعني ببساطة إعلان الثلث الشمالي من القطاع منطقة عسكرية مغلقة بعد أن يستجيب الأهالي لإشعارات الإخلاء والنزوح جنوبا ومن يصر منهم على البقاء سيتم اعتبرهم مقاتلين وهو ما يعني أن تطبق عليه الخطة يعني أن يحرم من الطعام والماء والدواء والوقود ثم استهدافهم بالنيران وبقطع النظر عن أي أهداف أخرى لخطة الجنرالات هذه اللي هي تتعلق برغبة إسرائيل في تهجير مئات الألاف من الفلسطينيين فإن اللجوء للخطة في حد ذاته يعني من بين أشهاء أخرى أن المقاومة ما زالت ناشطة وبعيدة عن رفع الرأي البيضاء فإذا لم تستطع إسرائيل هزيمة حماس ولا حزب الله فهل تستطيع أن تزيل الخطر الإيراني؟ ده سؤال مطروح والأيام اللي جاية هتحمل لنا إجابة أكثر دقة يعني عليها ثانيا بغض النظر عن مدى قدرة إسرائيل على يعني تغيير النظام في إيران أو ضرب كل القدرات العسكرية الكبيرة لإيران ما يدعو للقلق هو الإضطرابات التي يمكن أن تترتب على المحاولة فضلا عن النجاح فيها في كتاب صدر من سنتين ثلاثة على ما أذكر بيستعرض فيه مؤلفه مقاسة تدخل الأمريكي في الشرق الأوسط يعني في شكل تغيير أنظمة الكتاب ده بيحمل عنوان الوعد الكاذب بتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط ومؤلفه بالمناسبة من داخل المؤسسة الأمريكية هو المستشار واسمه فيليب جوردن هو مستشار الأمن القومي لكمالة هارس يعني كبير مستشاريها وفكرة فيليب جوردن هو رجل يعني أكاديمي ومؤلف له أراء مسموع يعني فكرة الأساسية بأنه الولايات المتحدة بتعلق الكثير من الآمال على تغيير الأنظمة كثير من الأمال في حماية مصالحها ومصالح إسرائيل يعني بتغيير الأنظمة وإن الولايات المتحدة لا تشفى أبدا من هذا الوحم رغم تجاربها الفاشلة الكثيرة السابقة فين؟ في إيران في العراق أفغانستان مصر ليبيا وفي دول أخرى وفي كل مرة تبنت الولايات المتحدة افتراضات متفائلة خلاصتها أن العالم سيكون أفضل بعد الإطاحة بنظام معين تفشل هذه التوقعات وتفشل هي نفسها في احتواء الفوضى التي تنشأ بعد سقوط هذا النظام حقيقة ما حدث ويحدث أنه كلما دمر نظام قائم بينشأ فراغ سياسي وأمني ويبدأ صراعا على السلطة وعادة ما يكون الفائزون في هذا الصراع المجموعات الأكثر قسوة والأكثر تسليحا وليس الأكثر لبرالية ولا تسامحا وطبعا ظروف عدم الأمن بتقنع الناس أن كل واحد يروح لجامعته قبلته دينه عرقه ما يتواف وبالتالي بيبقى في مقدمة لحرب أهلية أو ظروف مهيئة لحرب أهلية أنا سني بروح للسنة أنا شيعي بروح للشيعة أنا مسيحي بروح للمسيحيين أنا في القبيلة دي بروح لليدي وآخر بروح لقابلته وهكذا فالمجتمع بيتفسخ على أساس قبلي عرقي ديني هذا ما حدث في العراق وهذا ما يمكن أن يحدث في إيران وطبعا الفوضى والإطرابات في بلد ما لا تبقى داخل حدوده بتنتقل الفوضى والعنف إلى كل دول الجوار وطبعا أقرب مثال إلى الأذهان هو ما حدث في ليبيا لكن الملحوظة الأهم في تقديري أن كل ما تتمنه أمريكا وإسرائيل يمكن أن يتحقق بسهولة بالحلول السلمية بإنهاء الاحتلال تخيل أن تقبل إسرائيل بالتفاوض على الانسحاب من الضفة وغزة والجولان التي لا يتحدث عنها أحد ماذا يمكن أن يحدث؟ كل المشاكل تتحل مشاكل مين؟ مشاكل المنطقة لكن الأهم بالنسبة لإسرائيل مشاكل إسرائيل وقتها لن يكون هناك فرصة لا لإيران ولا لمحور المقاومة ولا هناك مبرر المقاومة كلها من أساسه ومشكلة إيران نفسها يمكن حلها بالتفاوض وكان فيه أكتر من تجربة في هذا الصلد أو فيه أكتر من مثال ولكن ده موضوع تاني لكن الحلول الدبلوماسية لا تناسب أولاد العام الذين يريدون بدعم أمريكي فرض تصور آخر كله فوضى وحروب لا تنتهي هم يريدون بداية حذف دولة فلسطينيين من الأجندة الدولية في الحقيقة يريدون محول فلسطينيين وفلسطين من الوجود وضم الضفة الغربية وإعادة استيطان غزة وتهجيل الفلسطينيين إلى أي مكان آخر يمكن أن يقبلهم ويريدون طبعا الاحتفاظ بالجولان إلى الأبد وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان ويريدون تدمير كل من يقاوم هذه الفكرة وكل ما ومن يمكن أن يمثل خطرا عليهم مصر مثلا في أيام عبد الناصر العراق في أيام صندام حسين وإيران الآن ثم يريدون ما هو أكثر من ذلك وفي أكثر من كده آه أن تقبل كل دول المنطقة الدول العربية وغير العربية الأخرى بهذا الوضع وتباركه وتمد أيديها إليهم بالسلام أي أن تصور إسرائيل ببساطة أن يبقى الاحتلال ونغير بالقوة كل من يرفضه افتح قوسين من المهم أن نعي هذا التصور الإسرائيلي جيدا خصوصا وأن هناك جدل في العالم العربي خلاصته أن حماس هي من جلبت كل هذا الخراب بهجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر بديه أنك تنتقد حماس وتنتقد الهجوم وتقول كان في وقته ومش في وقته حماس ليست فوق النقد ولكن من المهم أن نتذكر أن المشكلة أكبر من حماس حماس أو كل المقاومة الفلسطينية اللي بيتكلم على أنها جلبت كل هذا الخراب بيتكلم وكأن المقاومة كانت بين خيارين خيار يصل بها إلى مبتغاها في استعادة حقوقهم الحقوق الفلسطينية بالمفاوضات وطريق آخر هو طريق العنف فاختارت العنف بدون سبب وجهه حماس في حقيقة الأمر المقاومة الفلسطينية كلها كانت أمام خياريني الخيار الأول الاستسلام لاغتصاب إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتظار مصيرهم الذي ينحصر فيه يعيش فيه كنتونات أن يعيش فيه كنتونات أماكن مغلقة ضيقة متفرقة كمواطنين من الدرجة الثالثة أو التهجير أو الإبادة كل ده على بعضه كده هو الخيار الأول أما الخيار الثاني فهو مقاومة هذه المخططات الإسرائيلية فاختارت حماس المقاومة هذا ليس كلامي وهذا ليس كلاما إنشائيا يعني السلام الذي يستاند على حصول الفلسطينيين على حقوقهم لم يكن أبدا منذ سنوات في مخططات أي زعيم إسرائيلي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قالي الكلام ده بوضوح في مؤتمر صحفي وقاله بطريقة تستحق يعني أن نحن نذكر به لأنه كان كلام موجز وتو دا بوينت هو عمل مؤتمر بعد زيارة نتنياهو للأمم المتحدة الألقى فيها خطابه في الجمعية العامة في 27 سبتمبر الماضي والسيد الصفدي بيقول جاء نتنياهو إلى هنا اليوم ليقول أن إسرائيل محاطة بأولئك الذين يريدون تدميرها ونحن هنا هو مجموعة من وزراء الدول العربية اللي قال أن إحنا بنمثل إحنا أعضاء لجنة إسلامية عربية لدينا تفويد من 57 دولة عربية وإسلامية وبقول لكم هنا الآن وبشكل لا لبس فيه أننا جميعا على استعداد لضمان أمن إسرائيل إذا أنهت احتلالها وسمحت به قيام دولة فلسطينية وقال نتنياهو بيختلق خطر تدمير إسرائيل لأنه ببساطة لا يريد حل الدولتين وإذا كان لا يريد حل الدولتين فهل يمكنك أن تسأل المسؤولين الإسرائيليين ما هي غايتهم النهائية؟ إيه الأندجيم اللي في دماغهم؟ يعني أنتم متوقعين إيه؟ غير الحروب ثم الحروب ثم الحروب وهو بيقول كده اسأل أي مسؤول إسرائيل عن خطته للسلام فلن تحصل على أي إجابة لأنهم يفكرون فقط في الخطوة الأولى سندمر غزة ونشعل الدفة الغربية وندمر لبنان وماذا بعد ذلك؟ لا شيء ليس لديهم خطة أما نحن العالم العربي والإسلامي من سنين لديه خطة ولكن ليس لديه شريك للسلام في إسرائيل وفعلا كلامه مظبوط جدا اسأل أي مسؤول إسرائيلي أو استمع إليه يتكلم بتفصيل وبطلاقة عن عملية الحروب والتدمير المرحلة الأولى هنضرب غزة المرحلة الثانية هنحتلها المرحلة الثالثة هنصفي حماس المرحلة الأولى هندخل لبنان المرحلة الثانية هننزع السلاح المرحلة الثالثة هنقتل لكن تسأله وماذا عن اليوم التالي؟ أنت مش تقتل كل اللبنانيين ولا كل الفلسطينيين ولا كل العراقيين ولا كل السوريين اليوم التالي في إيه؟ يعني تصورك للعيش بسلام مع من تبقى من بعد من قتلت يعني لا تسمع منهم إلا أصوات الضفادعة مفيش أي إجابة خالص عموما هذا ليس جديدا يعني موقف إسرائيل من أن هي تعيش بسلام مع الدول العربية أو مع الدول المحيطة بها مش مرتبط بهجمات 7 أكتوبر ستيفن إمولت على سبيل المثال أستاذ العلاقات الدولية الشهير استعرض أكتر من مرة تاريخ الرفض الإسرائيلي للتجاوب مع الرغبات الفلسطينية في حل الصراع الدبلوماسيا على الأقل من التسعينات دم أنا بجيب ستيفن إمولت أو غيره ليه ما إحنا كلنا عارفين يعني عشان أقول لكم إن إحنا مش بنخطب بعض يعني مش أنا سيد بتكلم مع جمهور عربي أبدا ده أنا بستشهد بأستاذ يعني من قامات أساتذة العلاقات الدولية وبيقولوا الكلام ده في كبريات الصحف الأمريكية هو كتب الكلام ده في فورين بوليسي أكتر من مرة وكتبوا في كتابه أو اللوبي الإسرائيلي مرات عديدة جدا هو وغيره بول على سبيل المثال قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بوجود إسرائيل في اتفاق أصله في سنة 93 لكن في المقابل لم يكن هناك زعيم إسرائيلي واحد على استعداد للقبول بحق للفلسطينيين في دولة كان أفضل عرض قدمته إسرائيل للفلسطينيين هو إنشاء كنتونيني أو ثلاثة كنتونات منفصلة من زوعة السلاح في الضفة الغربية وغزة ما احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الكابلة على حدود الكيان الجديد ومجاله الجو وموارده المائية ولم تكن هذه دولة يمكن لأي زعيم فلسطيني شارعي يعني اختاره الناس مش اخترته إسرائيل أن يقبل بها وكان أفضل عروض إسرائيل للفلسطينيين في كامب ديفيد الثانية في سنة 2000 عندما كان إيهود باراك رئيسا للوزراء لكن هذا العرض الكريم لم يعرض دولة وتطلب تنازلات مؤلمة من ياسر عرفات وعلشان الناس اللي بتروك أن الفلسطينيين أضعوا فرصة عمرهم في كامب ديفيد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق شلومو بن عامي قال نصا في وقت لاحق لو كنت فلسطينيا لكنت رفضت كامب ديفيد كامب ديفيد الثاني نعوم تشومسكي المفكر الأمريكي اليهود العظيم يذكرنا كثيرا أنه في كل مرة منذ العام 1967 خيرت فيها إسرائيل بين السلام والأرض اخترت الأرض ما هو السلام معناها إيه لازم تنازل على الأرض اللي أنا أخذها من الناس إذا ما تنازلتش هتبقى في مقاومة في مقاومة يعني في دماء فبيقول لهم من 67 في مبادرات سيبوا الأرض اللي احتلتوها وتعالوا نعيش في سلام في كل مرة خيرت بين الأرض والسلام أو بين الأرض وأمنها هي نفسها اختارت الأرض آملة في حل كل مشاكلها بالقوة المؤرخ اليهود البارز آفش لايم هو عراق الأصل وأستاذ في جامعة أكسفرد من سنوات طويلة بقول نفس كلام تشومسكي وتقريبا بنفس الصيغة كل مرة خيرت إسرائيل فيها بين الأرض والسلام اختارت الأرض يعني اختارت الاحتلال ويضيف في حوار أجره بؤخرا سوف أضع لكم رابطه ملحوظة مهمة جدا حل كل مشاكل إسرائيل والمنطقة هو القبول بحل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي لكن إسرائيل قتلته بالمستوطنات والجدار الأمني العازل وضم القدس الشرقية واللي هو بقى الملحوظة المهمة اللي بقولها ليس لدى إسرائيل حلا سلميا للصراع ليس في جعبة إسرائيل إلا الحلول العسكرية وهناك مثل في إسرائيل أو مقولة شائعة بتقول إذا لم تنجح القوة نعمل إيه؟ نستخدم المزيد من القوة If force doesn't work Use more force شكركم وألقاكم على خير بإذن الله في حلقات أخرى إلى لقاء